إذن تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية مع تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تستطع الجارة كوريا الجنوبية تحديد نوع الصاروخين الذين أطلقا ولكنها أكدت أنهما كان قصيري المدى البيانات أشارت إلى إطلاق الصاروخين من قاعدة من مقاطعة هامجيونغ بالقرب من مدينة وونسان وأنهما حلقا على ارتفاع ثلاثين كيلومترا عن سطح البحر استمر الصاروخان في التحليق لمسافة مئتين وخمسين كيلومترا بعد ذلك سقطا في بحر اليابان شرق شبه الجزيرة الكورية التجربة الجديدة تأتي بعد أسبوع من إعلان كوريا الشمالية اختبار نوع جديد مجهول من الأسلحة الموجهة التكتيكية بإشراف من الزعيم كيم يونغون مراقبون رأوا في هذه التجارب ردا على سعي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتنفيذ تدريبات مشتركة ضخمة في أغسطس ينتشر في كوريا الجنوبية ثلاثون ألف جندي أمريكي ينفذون سنويا تدريبات مع نظرائهم في البلاد تعتقد كوريا الشمالية أن هذه التدريبات تمثل خطرا قد يرقى إلى حد غزو أراضيها لذلك تطلق تجاربها الصاروخية كنوع من الرد والتهديد ترجمة نانسي قنقر